اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلنا عواننا يتعرض لهذه المأسات لأسباب العلاقة بالموروث اللي ورثنا وبسبب الفساد وسوء اختيار الأشخاص أخوان مسؤولية تتضاعف وتتكرر يوميا مع هذه الفواجع في الأشهر الأخيرة بعضها طبيعي مثل وباء كورونا أو التحديات الاقتصادية وغاية الاقتصادية وبعضها بفعل فاعل بفعل فاعل بفعل فاعل كما يحدث مع محاولات تدمير أبراج الكهرباء أو موظومة شبكة الكهرباء أو حالات الانفلات العمني ومحاولات خلق فوضى تحت عنوان السلاح والهدف منها هو مصادرة القرار الوطني من المواطن العراقي ومنع من الإيمان بفرصة أمل من العراق يطلع من هذه الشرنقة من هذه الدوامة الفوضى اللي عمره 11 سنة كل ما تقوم الحكومة بخطوة لتأسيس مفهوم الدولة وتأسيس مفهوم المواطنة هناك محاولة للعرقلة وهناك أعمال تخريبية نقف اليوم أمام شعبنا أمام عوائل الضحايا ونقول سوف نحاسب المقصرين بكل قوة ولهذا ذهب اليوم مفد حكومي عاجل في المستوى من الصباح إلى محافظة الضيقار بمتابة احتياجات المستشفى احتياجات ابناء المحافظة واحتياجات عوالي الشهداء واحتياجات الكادر الطبي وكذلك قررنا يوم أمس باجتماع طارئ تنسي استجنة تحقيقية على المستويات للتحقيق بما حصل وما جرى كل هذه الخطوات وينتصاراً لدم الشهداء الذي خصلناهم يوم أمس بسبب العباثية وسبب حادث نحتاج جعرف على المسبباته لماذا الذي حصل ولماذا من يتم استفادة من توجيهات الأخيرة بعد حادثة مسجفة ابن الخطيب أنا مصدوم بحجم الهمال وعدم مسؤولية ومتابعة التعليمات التي صدت في الآون الأخيرة حول المستشفيات وفي توفير السلامة الصحية حجم الكارثة كبير وما عندنا خيار الذي يجب أن نحترف بأن هناك خطأ وهناك من قصر ويجب محاسبة ومعرفة الأسباب والله أعتقد وطنيتنا كلتنا ما تقبل أن نستغل عواطف الناس لأغراض سياسية أو انتخابية البعض يشكك بما حدث نحن من ما نسبق التحقيق التحقيق هو ينطينا النتيجة النهائية هالحكومة منذ اللحظة الأولى كل اللجان التحقيقية التي أعلن عنها تم تنفيذها بوقت قصير والتزنى بالتوصيات حال حادثة كذلك اللجنة سوف ترفع تقرير خلال أسبوع ونعمل على تنفيذ التوصيات ولكن أحب أن أذكر البعض أقول من المعيب والعيب أن نستغل عواطف الناس لأغراض سياسية أو انتخابية من يستغل؟ أقول لنا أنتو السبب بهذا الموروث أنتو السبب بهذه الكارثة أنتو السبب بمنع محاسبة الفاسدين السياسة تعني أخلاق السياسة المسؤولية أخلاقية تجاه الناس آدم نوجه أقول لنكن مترباق السياسيين الذين يحاولون يستخدم السلوب على غاية تبرر وسيلة المطلوب من عندنا العمل بكل جد بتأسيس قيم أخلاقية بالعمل السياسي لخدمة ناسنا قدمنا لمجلس النواب منذ فترة مرشح لوزاة الصحة أتمنى من أخوان في البلمان يتحمل المسؤولية والتصويت على الوزير حتى لا يكون هناك نقص في كادر وزاعة الصحة عين العمل لخدمة الناس عين العمل لتأسيس بيئة صحية آمنة الانتخابات بقى الانتخابات تقريبا شهر الثامن التاسع وجزء بسيط من شهر عشر خلنا نوفر هذه البيئة للوصول الانتخابات تصنع فرصة أمل عد العراقي وتأتي بحكومة تكون مستقرة مدعوما باللمان لبناء الاستقرار العراقي استحق الاستقرار ناسا يستحقون الخدمة لا نفرط بالفرص على السادة الوزراء يعمل بهمة كبيرة في دعم محافظة الضيقار وفي كل المحافظات وعلى الجزء الأمنية أن تكون أكثر حضرة بالتعاطي بمحاولات صناعة الفوضى تحت عنوين أو مطالب لأغراض سياسية كيف يمكن أن تكون مدعوما بالتعاطي بمحافظة؟ كل أعملية بنا نأخذها هناك تصعيد إعلامي من بعض الأطراف واستغلال لتشويه صورة الدولة نحتاج إلى أطلاق عملية كبيرة في الإصلاح الإداري في هيكلات الوزارات وبعيدة كل البدء عن النفوذ السياسي باقتلنا ثلاثة شهر خلنا ندخل معركة حقيقية نضف وزاراتنا من النفوذ لوجود قيادات في هذه الوزارات على حساب الدولة وعلى حساب حياة المواطن